أبدأ الفارسان صاحب السمو السيد لؤي بن غالب ألسعيد وشقيق صاحب السمو السيد علي بن غالب ألسعيد البحث عن بطاقتين التأهل إلى نهايات كاس العالم للقدرة والتحمل والمقررة في فرنسا العام القادم من خلال المشاركة في خمس محطات أوروبية قادمة حيث تأتي مشاركة الفارسين بدعم من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني للفروسية وذلك لتمثيل فرسان سلطنة عمان في المشاركات الخارجية علما أن الفريق قد قرر العودة إلى ميادين القدرة العالمية بعد توقف داماعدة سنوات عن المشاركات الخارجية في مثل هذه البطولات العالمية